أنت اكتشفتها قبل ما تركز وتختفي وتركز وتقرأ لأن أنت كان عندك كل حاجة الشباب والمال والشهرة والزوجة والأولاء كل حاجة أنت بقى روحت عشان تدرس عشان تدرس اللي هو مرحلة النضوط هو إيه اللي حصل طب ليه ما عملتش كده وإنت يعني كتير كلنا بنشتغل وكلنا عايشين حياتنا وكل اللي بيشوفونا دلوقتي المفروض أنه هم يكونوا أنه ربنا لازم يبقى عندنا اللي هو جوانا كده وقدامنا طول الوقت بالظبط مفيش حاجة بنعملها إلا وإحنا بنذكره عشان حكاية الدنك شوفي حضرتك إيه اللي حصل إيه أنا كنت عملت فيلم اسم شباب على كفة عفريت إنتاجي وإخراجي وعملته بطريقة وإخراجك؟ آه وإخراجي آه أنا أساسا من قسم إخراج خارج معد السلمة قسم إخراج آه أنا بقى استنكاري سؤالي استنكاري عشان تقول آه فأنتاجت وأخراجت آه وكان هو أول فيلم شبابي يعني ما كان لسه فيه النجم اللي هو النجم الواحد يعني آه كان كلام ده سنة آه آه تسعة وتمانين آه ونزل تسعين واحد وسعين آه فأنا أنتاجته وبعدت خالص عن موضوع إن أنا أروح أخذ صلف توزيع وأنا أنتاجته كامل ووزعته كمان في الخارج فطبعا كان بالنسبة للموزعين آه دي تجربة لو نجحت آه خطر 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 عليهم آه خطر عليهم فكان لازم أرجع لهم في الدخلي فلما دخلت لهم في الدخلي فابتدوا هم يحاولوا إن هم يفشلوا الفيلم عشان ما يقوم ليش قمة تاني فحبسوا الفيلم سنة آه وبعدين آه بعد السنة جنف وقت كده قوتوا في سيزن وقالوا لي هتنزل بعد عشر تيام وفي سينما كانت غالية يعني السينما كانت سينما زمان بثنين جنيين السينما دي كانت بخمسة جنيه وكان ملهاش جمهور عربي كان لها جمهور أجنبي أي ونزل أفلام قبلية سقطة ما قعدتش أسبوع فكانوا ورمضان داخل بعد ستة أسابيع وكاس أفريقيا آه يعني كل بالوراء والألم كده تحسبي تقولي الفضل حينزل مش هجيب تعريفة فأنا حسد بالمؤمرة يعني وبعدين قالوا لي لو منزلتش استنى سنة كمان أنت عارفة كان زمان ما كانش فيه أدوار عرض كتير وكان اللي بيدجع الفلوس التوزيع الخارجي اللي هو في البلاد العربية يعني فطبعا إيه قالوا لي فكر فطبعا أنا بايع الفيلم لناسب في الخارج ومساعديني فيه فأنا مش عايز كمان أخر لهم فلوسهم أكتر من كده يعني فأنا حسيت بالوراء والألم أنها مش هت لا تعقل يعني مش هجيب الفيلم مش هجيب تعريفة وحسأت سقوط جامل جدا فلجأت لله سبحانه وتعالى وعملت استخارة يا رب أنزل ولا منزلش يعني أنا مش عارف عاملين لو نزلت حيكت استكاكيني وحتبقى المسألة عملت استخارة في الفن طبعا في الفن مع البداية هقولي كون أيوة عملت استخارة يا رب أنزل ولا منزلتش فالمعاد ربنا سبحانه وتعالى برد قلبي عن المعاد قلت بس خلاص أنا هنزل ونزل الفيلم وكل الظروف اللي كانت ضدي بقت لصدحي الفيلم بقى العرض الأول في السوق كل الأفلام كانت بتقفل علشان خاطر كاس أفريقيا وانا اللي كنت شغالة واحدة وكان يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى والسنة كانت غالية فلمتك فلوسيا فلمتك فلوسيا قلت يا سلام لو الفيلم ده كان نزل في الصيف كان حيامل حاجة كويسة قامت حرب الخليج السنة وقفت عشر سنين بعد كده يا نهار اوكي فتخيلي اللي فرق ما بين النزول الفيلم وحرب الخليج اللي وقف بعد كده السينما عشر سنين وللموزعين حاولوا ان هم يفشلوا الفيلم هم اللي وقعوا وانا اللي ربنا نجاني وقدت الفلوس دي سالة فكرت فيها قلت لا ده مش مسألة ان أنا عشان أنا بطل وشاطر وزكي لا ده عشان أنا لجأت لي الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى اختار لي أحسن وقت أحسن وقت اشتركوا في القناة